أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله سبحانه وتعالى تفضل على الإنسان بأشياء كثيرة من أفضل ما تفضل الله به على الإنسان أن علمه ما لم يكن يعلم يقول الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم وهذا النداء إنما هو للأمة كلها إلى أن تلقى ربها وإلى أن تقوم الساعة يقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم من الأشياء التي تفضل الله بها على الإنسان والتي علمه إياها تلك الوسائل الحديثة التي تتواجد والتي نعيش أجواءها هذا الزمان منها وسائل التواصل الاجتماعي هذه محض منة وفضل من الله عز وجل على البشر والله عز وجل مقابل هذا الإنعام طلب من الإنسان أن يشكر الله عز وجل على أن هداه إلى هذه الأشياء وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إن عذابي لا شديد شكر كل نعمة إنما يكون بحسبها هذه النعمة التي تفضل الله بها على الإنسان شكرها يكون بوسائل من هذه الوسائل أن يراعي الإنسان القول الذي يقوله أو الرسالة التي يرسلها أو المقال الذي ينشره أو مقطع الفيديو الذي يقوم بإرساله أو بمشاركته إلى آخر هذه الأمور لا بد أن يتثبت الإنسان ولا بد أن يختار الشيء الصحيح الذي ينشره أو الذي يكتبه أو الذي يشاركه ليس مجرد أن يسمع الإنسان كلاما من شخص ما فينشر هذا الكلام ليس مجرد أن يتحدث مع غيره بكلام ثم إذ به ينشر هذا الكلام أو يكتبه وذلك لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث الرجل الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة هذه الكلمة وهذا الحديث الذي دار بين الاثنين هو عبارة عن أمانة والأمانة يجب على الإنسان أن يحفظها وأن يصونها لا أن ينشرها فمجرد أن ينشر الإنسان الكلام على هذه الوسائل وعلى غيرها من غير استئذان صاحب الكلام هذا خيانة للأمانة فمن وسائل شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم أن يحفظ الإنسان الكلام ولا ينشر إلا ما أذن له في نشره إذا كان متعلقا بغيره وذلك لأن هذا كما قلنا أمانة كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله عز وجل يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك كذلك على الإنسان أن يراعي الكلام الذي يكتبه إذا لم يكن متعلقا بغيره عليه أن يراعي أن يكون الكلام هادفا أن يكون الكلام صحيحا أن يكون الكلام لائقا أن يكون الكلام ذا هدف صحيح أن يكون فيه توجيه أن يكون فيه توعية أن يكون فيه هدف صحيح يسعى إليه الإنسان ينتفع به وينتفع الآخرون بهذا الكلام وذلك لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الكلمة إذا استغلها الإنسان في غير ما وضعت له والكلمة هنا ليست قاصرة على مجرد أن يتكلم الإنسان بل إن الكلمة تمتد أو إن مفهوم الكلمة يمتد ليشمل ما يقوله الإنسان وما يكتبه وما يشاركه أو يشارك غيره فيه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد أو إن المرأة رجلاً كان أو امرأة ذكراً أو أنثى إن المرأة ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل تلك الكلمة الصحيحة الهادفة التي فيها نفع التي من ورائها نفع لا من ورائها فتنة لا من ورائها كذب لا من ورائها إشاعة فوضى لا من ورائها أشياء تنافي المقصد العام للشرع الإسلامي إن العبد أو إن المرأة ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا ترفعه عليين وفي نفس الوقت وإن المرأة أو إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم وبئس المصير إذن أيها المشاهد الكريم إن علينا أن نستغل هذه المنح الإلهية علينا أن نستغل هذه الوسائل استغلالا صحيحا علينا أن نشكر الله عز وجل على هذا الإنعام والشكر بأن تستغل استغلالا صحيحا استغلالا هادفا لا أن تستغل فيما يغضب الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الأخلاق الحميدة مردا جميلة إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته